صعد رئيس الحكومة اليونانية الكسيس سيبراس مواقفه تجاه المفوضية الأوروبية وقال إن عدم الاتفاق بشأن بلاده سيكون بداية نهاية منطقة اليورو غير أن المفوضية الأوروبية أكدت قرب الاتفاق إلى تسوية الديون اليونانية ولسيما أنها طلقت مقترحا جديدا من أثناء لحل الأزمة وكانت سيبراس قد اعتبر أن الفشل في حل أزمة الديون اليونانية سيجبر الأسواق المالية على البحث عن حلقة أخرى ضعيفة في منطقة اليورو في إشارة منه إلى إسبانيا وإيطاليا